اشتركوا في القناة ونقل رئيساء مجلسي الشورى والنواب تحايا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيات جلالته لجمهورية مصر العربية بدوام التقدم والنماء وعرب فخامة الرئيس المصري عن خالص التهاني والتبركات إلى معالي رئيسة مجلس النواب بمناسبة تسلمها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي داعيا لها بمزيد من التوفيق والنجاح في رئاسة الاتحاد خلال الدورة الحالية من جانبهما أكد معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب أن العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين تشهد نهضة وتطورا شاملا في المجالات كافة بما يجسد الرؤى الحكيمة والمشتركة لجلالة الملك المفدة وأخيه رئيس جمهورية مصر العربية معربين معاليهما عن الاعتزاز البالغ بما واصلت إليه العلاقات التاريخية الراصخة بين البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق رفيح المستوى وأشار معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب إلى أن الجهود الثنائية من أجل البناء على ما تحقق من نجاح مشهود وتعاون ثابت بين الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية برئاسة معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يترجم تطلعات وطموحات البلدين لتوسيع مسارات العمل المشترك كما أكد معاليهما حرص مجلسي الشورى والنواب على مساندة ودعم كافة التشريعات التي تسهم في تعميق الروابط المشتركة بين البحرين ومصر منوهين بالتنسيق المشترك والمواقف الموحدة بين مجالس البلدين والتشاور المتواصل بشأن القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية اشتركوا في القناة